اشتركوا في القناة تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عنوان حلقة هذه الليلة نحبك لأنك حنون على الزوجات نعم نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان حنونا في معاملته لزوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأه أعلم أن الكثير من الآن يتألمون إذا تحدثنا عن مثل هذه الأحاديث وإذا ذكرنا مثل هذه النصوص فإن بيوت المسلمين تئن وتشتكي من سوء المعاملة بين الزواج والزوجات وذلك لأنهم لم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عرفنا أن الرسول شجاع مقدام وعرفنا أنه كريم وعرفنا أنه زاهد وعرفنا أنه كان ينفق من ماله وعرفنا أنه كان صابر وعرفنا أنه كان صادق في المعاملة وعرفنا أنه كان محبا لجيرانه وعرفنا الأشياء الكثيرة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم والليل نضيف أمرا مهما وهو أنه كان حنونا على زوجاته صلى الله عليه وسلم وقف يا شباب ويا فتيات اسمعوا هذا الحديث العظيم يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله إن الخيرية هنا مرتبطة بالخيرية مع الأهل فإذا أردت أن تعرف مكانك ومقامك في الخيرية فانظر إلى الخيرية في معاملتك لزوجتك ومعاملتك لأهلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير الناس في معاملة أهله تقول أمنا رضي الله عنها عائشة كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في خدمة ومؤونة أهله كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه إذا كان فيه رقعة أو كان فيه مكان مقطوع وكان يخصف نعله إذا انقطع النعل وكان يكون في خدمة أهله يطلبوا يعد لهم الطعام يهيئ لهم شيئا في المنزل يساعدهم على إعداد وترتيب المنزل هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول للآن يا شيخ الرسول يجاهد ويقاتل والرسول يبذل والرسول يعطي وللرسول تأتيه الأعراب والرسول يأتيه الوفود والرسول يجهز الجيوش والرسول يصبر على أذى المنافقين والرسول يحاربه كفار قريش كل هذا والرسول متى يتبقى عنده وقت نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في مؤونة أهله كان في خدمة أهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وهذا من حنانه صلى الله عليه وسلم على الزوجات ومن حنانه صلى الله عليه وسلم وفائه لزوجه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين فقد كان وفيا كان بمجرد أن يسمع الطرق طرق أختها هالة رضي الله عنها فكان يقول اللهم مهالة يعني تذكره أختها بخديجة رضي الله عنها وكان عظيم الوفاء لها فإنه لما بعثت ابنته زينب لما بعثت القلاد والكليه التي أعطتها إياه التي وهبتها خديجة رضي الله عنها وهبته لها في يوم زفافها وعرسها رقق قلب النبي عليه الصلاة والسلام رقة شديدة وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وهو زوجها العاص وأن ترد الذي لها فقال الصحابة نفعل نعم يا رسول الله نفعل وكان شديد الوفاء فكان كل ما يذكرها تغار أمين عائشة فكان رضي الله عنه يقول أليس قد آمنت بي يوم كفر الناس أليس قد صدقتني يوم كذبني الناس أليس قد وستني بمالها وأهلها يوم هجرني وتركني الناس أليس قد رزقني الله منها بالولد وحرمني منكم فتسكت أمنا عائشة رضي الله عنها كان وفيا صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يذبح الشاه فيهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها من وفائه صلى الله عليه وسلم بزوجاته وكانت امرأة عجوز تأتي فيتحدث معها الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول أمنا عائشة من هذه يا رسول الله من هذه يا رسول الله فيقول هذه امرأة كانت تأتين زمان خديجة انظر إلى هذه الحنية وانظر إلى هذه الرقة وانظر إلى هذه الشفقة المتجسدة والمتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نحن بحاجة إلى مثل هذا الحنان في بيوتنا يا أزواج المسلمين كم نحن بحاجة إلى مثل هذا الحنان في بيوت المسلمين نحن بحاجة إذا كنا نثبت الليلة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترجم هذه المحبة إلى واقع عملي أن تقل المشاكل في بيوت المسلمين أن يكون هناك ود وألفة كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه قفوا معي وقفة واسمعوا هذه الآية يقول الله جل وعلا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ من آيات الله وعلامات الله جل وعلا ودلائل قدرته سبحانه وتعالى وعظيم خلقه جل وعلا أن خلق لكم من أنفسكم لم يخلق لكم من كوكب آخر ولا من قرية أخرى ولا مكان بعيد ولا طينة مختلفة عن الطينة التي خلقتم منها خلق لكم من أنفسكم أزواجاً حتى إذا سمع المسلم هذه الآية وأراد أن يغضب على زوجته تذكر أنها من نفسي هي خلقت من أجلي هي لي أنا تذكر هذه المعاني خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ليس لتنجبوا الأولاد ولا لتعيشوا الحياة ولا لتملأوا البيت ولا لتأتوا بالعفش والأثاث ولا لتبنوا القصور الفاهرة العظيمة ولكن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة في وقت الأمن والأمان ورحمة عند الاختلاف إذا اختلف الزوجان يكون هناك رحمة يكون هناك صدق يكون هناك تواضع يكون هناك تنازل هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أحبك يا عائشة وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وأنا أحبك يا رسول الله وأحب ما يسرك فكانت هذه المشاعر مشاعر الحنان موجودة في حياة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنا نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله ونحن نحبك فنحن نحبك أيضا إضافة إلى الميزات والصفات والشمائل التي تتحلى بها نحبك لأنك حنونا على الزوجات وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا تسابقيني يا عائشة فتقول عائشة نعم أفعل يا رسول الله فيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فتسبق عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام والشهور والأعوام فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات يوما بعد أن أمر الجيش أن يتقدم تقدم تقدم ثم يقول لعائشة رضي الله عنها أتسابقيني يا عائشة قالت نعم فتسابق الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة قالت عائشة وأنا يومئذ قد حملت اللحم يعني ثقل وزني وأصبحت ثقيلة فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضربني على كتفي وقال هذه بتلك يا عائشة يعني وحدة بوحدة أنت سبقتيني في الأول وأنا أسبقك في الثانية كل هذه المعاملة الطيبة وهذا الحنو وهذه الشفقة والرأفة كانت تثبت لنا عظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا النبي الكريم ما أحببناه من فراغ إنما أحببناه لأنه حوى كل هذه الشمائل وجمع كل هذه الصفات وحوى كل هذه الأخلاق وهذا ما ينبغي أن نكون عليه نأتي إلى الناس اليوم في الشارع وفي البيوت ونقول تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا نعم نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونستعد أن نبذل دمائنا وأرواحنا للرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي عند أدنى خلاف بين أي رجل وزوجته بمجرد أن يختلف يقول لها أنت طالق يطلقها وينسى أن هناك أسرة وأولاد وأقارب وأرحام وأن هناك مودة ورحمة أودعها الله عز وجل في الأفئدة والقلوب وأن هذه اللحمة وهذا الرابط وهذا الميثاق الغليظ ميثاق الزواج لا يمكن أن يفصل مباشرة إلا إذا كان هناك مفسدة إلا إذا كانت هناك فتنة إلا إذا قام على ذلك فساد عظيم وخراب كبير فعندئذ شرع الله جل وعلا الطلاق فكان صلى الله عليه وسلم حنونا لما قصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث أم زرع وهذا الحديث فيه من اللطافة وفيه من الجمال الشيء الكثير وأنا أدعو إخواني وأخواتي الأزواج والزوجات أن يقرأوا في البيت هذا الحديث وهو حديث طويل ذكرت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها قصة أحد عشرة نسوة جلسنا واجتمعنا كل واحدة منهن تتحدث عن زوجها هذه تقول زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا صعب فينزل منه وهذه تقول زوجي المس مس زرنب والريح أرنب والريح ريح زرنب وهذه تقول زوجي لا يسأل وهذه تقول زوجي إذا دخل فهد وغضب وكشر وصاح ثم قالت الأخيرة زوجي أبو زرع ومن أبو زرع إن أصغر آنية أبي زرع لا تساوي الدنيا كلها أم أبي زرع ومن أم أبي زرع جارية أبي زرع ومن جارية أبي زرع ابن أبي زرع ومن ابن أبي زرع هذه المرأة كانت تعيش في حياة سعيدة مع زوجها أبي زرع ثم خرج أبو زعر زرع من عندها والأوطاب تخضد يعني الوضع والحياة جميلة فوجد امرأة معها غلامين كالفهدين يلعبان فرأى هذه المرأة وأعجب بها فتزوجها وطلق أم زرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع كل هذه الفضائل والحيال الجميلة التي عاشتها أم زرع مع أبي زرع أنت تعيشينها معي غير أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق انظر إلى هذا الحنان المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استشعرنا هذه المهاني وأدركنا هذه المسائل عرفنا لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا الفج والكبيرة والبون الواسع بين حياة رسول الله وبين واقع المسلمين والمسلمات بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يطبق وينفذ على أرض الواقع قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها نحن بحاجة أن نخرج من هذه الحلقة ونضع شعار في بيوت المسلمين السكينة السكينة أيها الأزواج السكينة السكينة أيها الزوجات لنجعل السكينة شعارنا في بيتنا حتى إن غضبت الزوجة من زوجها حتى إن غضبت الزوج من زوجته يبغي أن يكون هناك حلو كما كان في عصر رسول الله وكما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا من تحبون رسول الله أرجوكم أخرجوا الليلة وافتحوا قلوبكم وقولوا رسول الله في قلوبنا ونحن نعلم أن هذه صفة تميز بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن بإذن الله سنسير على هذه الصفة ألتقي بكم بعد هذا الفاصل لأقص عليكم شيئا من صور الحنان الذي كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل هذا حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جميل خصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك أنا الليلة أقول أنت في قلبي يا رسول الله وهكذا كل بيت مسلم يقول هذه العبارة من صور حنان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أشرب فأمد هذا الشراب فأقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فيتلمس النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي شربت منه ويضع شفتيه عليه ويشرب من نفس الموضع وكنت أتعرق العرق وأنا حائض يعني أخذ قطعة اللحم في العظم هذا يسمى عند العرب عرق فأتعرق العرق وأنهس لحمة ثم أقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ ويضع فاه على موضع فيه ويأكل من نفس العرق فانظر إلى هذا الخلق الجميل وانظر إلى هذا الحنان المتجسد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاته صلى الله عليه وسلم يا جماعة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كانت اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها كانت اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنزل الله جل وعلا قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض يعني يضع بشرته على بشرته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن المرأة في مثل هذه الحالة وقت هذه الدورة التي تأتيها يكون عندها منضيق الخلق والألم والهم ونقص الدم في جسدها تحتاج من يواسيها من يقف بجوارها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي عائشة رضي الله عنها بهذه المعاملة الحسنة أليس هذا من حنانه صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة ولفتة كما قال أهل العلم إلى وجوب مخالفة اليهود فإن المرأة الحائض عندهم كانت لا تآكل ولا تشارب ولا يجلس معها زوجها أما نحن فإن المرأة الحائض هي نفسها المرأة الطاهر إلا أن الله جل وعلا حرم حال الحيض المعاشرة الزوجية فهذا من الحنان الذي ربان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذه القصة الجميلة يا شباب ويا فتيات تقول أمنا عائشة رضي الله عنها دخل غلمان الحبشة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغلمان الحبشة لهم رقصة معينة أو لعب معين أو حركة معينة دخلوا المسجد فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إليهم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تنظري انظر إلى بداية العرض كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من وفائه وحنانه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لزوجاته قال أتحبين أن تنظري قالت نعم قالت فوضعت ذقني على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وأسندت خدي إلى خده صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر من صرير الباب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا عائشة يعني اكتفيت قلت لا يا رسول الله بعد يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى معي وأنا على هذه الحال فقال حسبك يا عائشة قلت بعد يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي وأنا على هذه الحال تقول أمنا رضي الله عنها وأنا لا أحب أن أنظر إلى هؤلاء الذين يلعبون وإنما أردت أن يصل خبري إلى نساء المسلمين فيعلمن مكاني عنده ومكانه عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس هذا من الحنان يا أزواج المسلمين أليس هذا من الشفقة والرأفة والعطف يا نساء المسلمين ألسنا بحاجة أن نترجم هذه الأخلاق وهذه المشاعر وهذه المعاني واقعا في حياتنا من فينا يجلس مع زوجته كل يوم يناطفها ويتحدث معها ويأمرها بالمعروف وينهها عن المنكر ويسألها عن أمور الدين وأمور المنزل وأمور الدنيا ويسألها ماذا تزودت من العلم وماذا استفادت قلة من الناس هم الذين يصنعون ذلك وهؤلاء هم الفائزون وهؤلاء هم المفلحون هؤلاء هم الذين يسيرون على خطى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أحوجنا إلى ذلك يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأبضى وانظر إلى الحنان في معاملة رسول الله في علاج المشكلات قال أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بلغ صفية بنت حويي بن أخطب وأنتم تعرفون أن صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان والدها يهودي بلغ صفية أن حفصة تعيرها فتقول إنها بنت يهودي فبكت صفية ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال ما يبكيك يا صفية قالت إن حفصة تقول إني بنت يهودي قال لا إنك بنت نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي يعني زوجك نبي فبماذا تفخر عليك حفصة بماذا تفخر عليك يعني وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت بنت نبي لأن أصلك من اليهود والنبي ونبي الله يعقوب كان من نسله إسرائيل وهؤلاء كانوا من نسله وأنت أيضاً عمك نبي وهو إسماعيل وأنت أيضاً تحت نبي يعني زوجة نبي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبماذا تفخر عليك حفصة طمأنها وهدأها ثم قال يا حفصة اتقل له انتهت المشكلة خلاص حل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة أرأيتم جمالاً كهذا الجمال وحسن معاملة كهذه المعاملة وحنو كهذا الحنو بل في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة وبعثت حفصة بطعام مع خادم لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الطعام إلى بيت أمنا عائشة فأمسكت عائشة القصعة ورمتها على الأرض فكسرت القصعة وانتثر الطعام تغار أمنا رضي الله عنها وأرضاها فقال صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم ثم قال يا عائشة طعام مكان الطعام وقصعة بدل القصعة ثم حبس الخادم عنده يعني أبقى الخادم عنده حتى أكل الطعام هو ومن معه ثم أعطى قصعة جديدة للخادم وقال ردها إلى حفصة وانتهت المشكلة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا في علاج المشكلات حانيا على زوجاته كان رحيما بهم كان يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف أيضا كيف يواسي في وقت الألم ويعرف كيف يعطف في وقت العطف ويعرف كيف يكون حنونا وكيف يكون ودودا هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسمعوا هذه القصة العجيبة تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر يعني يضع قرعة من من نسائه سيخرج معه فأقرع بين نسائه فخرجت أنا وحفصة وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها لأنها ابنة الصديق وحفصة لأنها ابنة عمر بينهما من الغيرة الشيء الكثير فكانت عائشة تركب على جمل وحفصة تركب على جمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل يسير بجمله بجوار جمل عائشة فيحدثها يسليها في الليل فقالت حفصة لما طلع النهار ألا تركبين جملي يا عائشة وأركب جملك فأنظر كيف جملي وكيف جملك فقالت عائشة نعم وكانت حفصة تهدف إلى أمر آخر حتى لما جاء الليل سار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جمل عائشة وما يعلم أن فيه حفصة وجعل يتحدث معها فلما وصل الجيش ونزل المنزل غارت أمنا عائشة رضي الله عنها ونزلت فوضعت قدمها بين الحشيش والإذخر والإذخر دائما تتجمع فيه العقارب والحيات والحشرات وجعلت تقول اللهم صلت علي عقربا تلدغني حتى لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يرق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم أبدا مع أنها تدعو على نفسها بل الأعجب من هذا والأجمل تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغار على النساء اللائي يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم كان مجموعة من النساء يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تهب نفسها تقول يا رسول الله وهبت نفسي لك فإذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بها فإنه يتزوجها تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أغار على الله يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها تقول أمنا عائشة متعجبة وفيها الغيرة أتهب المرأة نفسها فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى في سورة الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها يعني معنى الآية أن لك الحرية يا رسول الله يا نبي الله أن تتزوج من شئت وأن تترك من شئت فقالت أمنا والله ما أرى يا نبي الله إلا أن ربك يسارع في هواك يعني ربنا يعطيك الذي تريد يعطيك الذي على هواك وهي كلمة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها فكان صلى الله عليه وعليه وسلم يعرف متى يغضب ويعرف متى يصح الخطأ ويعرف متى يكون حانيا ويعرف متى يقاوم هذه الغيرة ويعرف متى يرأى بالصدع ومتى يجمع الشمل ومتى يمنع هذه الفرقة وهذا الخلاف وهذه الفتنة التي قد تحدث في بيت من بيوت المسلمين إذن نحن بحاجة يا رجال ويا نساء أن يكون عندنا حنان كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندنا حسن معاملة كما كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سنستفيد قد يقول بعض الأزواج وبعض الزوجات ماذا سنستفيد ماذا سستفيد تستفيد كل خير وكل فوز وفلاح لأنك تعيش الحياة وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما خربت بيوت المسلمين إلا لأنها لم تقم على مثل ما قام عليه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن بيوت المسلمين قامت على مثل ما قام عليه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت هذه الخلافات ولما حدثت هذه الفتنة ولما حدثت هذه الفرقة فنحن بحاجة ماسة دائما أن نترجم معاني أخلاق رسول الله واقعا في حياتنا في معاملاتنا كلما وصلت إلى مكان تحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة زوجه إذا كنت كاتبا في الإنترنت إذا كنت صحفيا إذا كنت داعية إذا كنت محدثة إذا كنت فقيهة أو مرشدة فعليك أن تذكر دائما بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملته لزوجاته وحلوه وشفقته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كان يقتدي بهذه الآية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بل حتى لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي اتفقت فيه عائشة وحفصة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نشم منك رائحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا قال له أحد إنا نشم منك رائحة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا آكل هذه الحلوى أبدا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكل حلوى فيها شيئا من العسل فقال الله جل وعلا له معاتبا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لا المسألة ليست أن تبتغي مرضات الأزواج لأن الله سبحانه وتعالى سميع مطلع عليم خبير حكيم وأنت ينبغي أن تزن الأمور بميزانها الصحيح فلا تغضب لأزواجك ولا تحرم ما حرمه الله ما أباحه الله لك ولا تمنع ما أباحه وحلله الله لك أنت ينبغي أن تكون عندك معايير وموازين صحيحة فهذه نقطة واضحة جلية في وقت العتاب الذي عاتب الله سبحانه وتعالى فيه الرسول لم يعاتب الرسول أزواجه صلى الله عليه وعليه وسلم وإنما عاد مرة أخرى إلى الطعام الحلال الذي أباحه الله وما طلق وما أبعد ولا نأى ولا هجر صلى الله عليه وسلم زوجاته أبدا بل كان رفيقا في معاملته صلى الله عليه وسلم لهن نحن بحاجة يا شباب ويا فتيات يا من تسمعوننا وتشاهدوننا الآن أن نتعاهد ونتعاقد ونتعاون أن نترجم هذه الأخلاق واقعا في حياتنا إني داع فأمنوا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أقم بيوت المسلمين على السعادة والراحة والهناء والطمأنينة اللهم املأ قلوب الأزواج والزوجات بالحنان الذي كان يملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم مقتدين برسول الله اللهم اجعلهم متبعين لسنة رسول الله يا رب الليلة من كان بينه وبين زوجته خلاف نسألك يا رب أن تنهي الخلاف الليلة يا رب الليلة من كان غاضبا على زوجته نسألك أن ترضيه على زوجته من كانت غاضبة على زوجها نسألك أن ترضيها على زوجها يا رب من كان بينه وبين أخله خلاف نسألك الليلة أن تحل ذلك الخلاف وأن تنهيه يا رب نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا يا رب تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أخلاقنا وأعمالنا قصرت عن أن تصل إلى أخلاق رسول الله فلا تعاقبنا يا رب لا تأخذنا بسفهنا وخطأنا وتقصيرنا يا رب سامحنا تجاوز عنا ارحمنا ثبت أقدامنا أقمنا على الحق أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سامحنا على سوء معاملاتنا لزوجاتنا وأهلينا سامحنا على سوء معاملتنا لأهلنا وذرياتنا خذ بنا واصينا للبر والتقوى أعتق رقابنا يا رب أعتق رقابنا يا رب أعتق رقابنا يا رب حرم أجسادنا على النار حرم وجوهنا على النار حرم أجساد المسلمين جميعا على النار اجعلنا رفقاء للنبي المختار اجعلنا نشرب من يديه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب نحن المقصرون يا رب نحن المذنبون يا رب نحن العصات المفرطون نسألك يا رحمن يا رحمن يا رحمن أن تغفر لنا الليلة اغفر لنا الليلة اغفر لنا الليلة تجاوز عنا الليلة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكنان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة مع خلق فاضل من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته